مضت أربعة أشهر على دخول هذه القوات إلى محافظة المهرة عززت السعودية قواتها وفرضت سيطرتها على مطار المحافظة وموانئها ومنافذها البرية وصحت احتجاجا يبلغ ذروته اليوم بمطالب ستة من بينها عدم تدخل هذه القوات بشؤون المحافظة كما تعلمون هذه المحافظة ومحافظة سقطرة منذ سبعة وستين هم محافظات أمر واستقرار فبعد أن أطلق عبدالله بن عيسى بن عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة تصريحات تعبر عن رفض أبناء المحافظتين للتواجد العسكري الإماراتي والسعودي غير المبرر ها هم أبناء المهرة يواصلون اعتصامهم في الغيظة مدشنين مرحلة من التصعيد غير المسبوق في وجه هذا التواجد العسكري الذي يتصاعد بدوره في منطقتين هما أبعد ما يكونان عن مسرح العمليات الحربية وخطر الميليشية الإنقلابية بحسب رأيهم رفع المعتصمون في المهرة مذاكرة إلى رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة ضمنوها ستة مطالب بإعادة منفذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون لقوات الأمن والجيش اليمنيين بالمحافظة واستعادة الصلاحية المسلوبة للمجلس المحلي وهكلاء المحافظة ومدرية الأجهزة التنفيذية وطالبت كذلك بتحويل ونقل القوى الجديدة التابعة لمحافظة المحافظة وللقوات السعودية المتواجدة في المطار إلى إدارة أمن المحافظة وتسليم مطار الغيضة الدولي للسلطة المحلية وسحب القوى الجديدة التي استلمت منفذ صرفيت وإعادة القوى الأمنية السابقة وعدم تدخل قوات التحالف السعودية في أعمال ومهام المنافذ وخاصة منفذ شحن تحركات المهرة تضيف المزيد من التعقيدات على مخططات التحالف في فرض نفوذه العسكرية على أكثر مناطق اليمن هدوءا واستقرارا على نحو دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن أجندة التحالف تبدو أخطر مما توقعه المسكنون بحلم الدعم الأخوي القادم من الجيران الذين يبدو أنهم يستغلون ضعف اليمن ودولته ويعمقون مأساته إلى أبعاد الحدود